مرحبا فيكم حبايبي برج الجدي. خلينا نشوف الطاقة العامة لإله. كيف حد تكون هذا الشهر. انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار. فطاقة حلوة. برج الجدي كمان ما ننسى إنه كان تعبان يعني شارفة. كتير الناس عم بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر. خلينا نشوف بشكل عام. بعدين بنشوف شوي عن العاطفة. رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة او يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها. زي ما هو بالصورة. على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح. كل واحد ورا مفتاح. فنبين انه كل واحد عارف مفتاح التاني. وكأنكم لكم فترة طويلة عم بتكون مع انه هاي قراءة مش عاطفية بس بيّنت فيها العاطفة. بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض. عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون. عم بشوف مشاعر كتير داخل الصفورة يعني مش بس صفورة. هي على علاقة طاقات ثلاثية. بهرب منها انا. بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا. حبايبي. الطاقات عم بتكون قبل ما انسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية. اكتريتها طبعا انا بحكي. اه بيّن عنا بال بالجهتين مع انه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيّن عنا انه فيه بالماضي خلينا نقول او ببداية الفترة هاي راح تستمر شوي العلاقة الثالثة او الطرف الثالث. اه بعدها راح يكون اللي هو انت معاك مفتاح معين بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار او قربت كتير من الانتصار زي ما قلنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما راح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الاتصار للك بجنبهم يعني ملاصق. بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن او عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الاشي من زمان وهلأ عم بيتحقق او انه منزل جديد اساسا يعني مش انه ما كان عندك يعني مسكن وصار في عندك او كنت مستأجر قصدي وما كان وهلأ صار في عندك بيت او عم تنوي على هذا الاشي عم تشتغل عليه فعم بشوفه بيدك المفتاح هذا. او ممكن يكون مفتاح سيارة او مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون. فشي حلو كتير. بشوف هون فيه جنون بالحب فيه تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير فيه عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس انه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي اساسا متبادلة اه رح تحاولوا انه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم. عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي. ناس اللي سافرت اساسا اردي من برج الجدي اه ما توفقت. ازا كانوا سافروا باول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا انا بقولهم اصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد. اه فما تخافوا او كزا لا. شايفيتك معلق موضوع يمكن انك الرجوع للشغل معين انت ترك اه لبلد اه معين فيه ببالك شي كبير مصيري او الرجوع للحبيب اه ولكن معلق يعني تاركها على ربنا وكأنك انت يعني حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول انك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايبي يعني ممكن تكون بشكل عام. اه ما عم تقدر تتحرك هاي الفترة في امور اه ولكن انت جاهز جاهز للتغيير. فيه تغيير في حياتك رح يصير. حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام. اه الصحة طلعت عنا حلوة كتير. طيب نفتح اللي هو باي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها. هاي الفترة. مقلوب خليه مقلوب. اه الكروت كلها مقلوبة بس هادا خليه مش مشكلة. ليش في جدي حاب تقعد لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تقعد لحالك في الباط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح. عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري لا انا بقولك امسك اعصابك. هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك اعصابك اه عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغييرات حلوة لقدام. شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو. لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعبة الورقة. كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة. وكأنه بيقولك الورق انه شغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك. كنت يعني حاسها انها بعيدة طبعا ان بحكي عالعاطفة. اه فهي لأ ممكن تكون اه بين ايديك. هون بشوف الطرف الثاني حاسس انه كتير تعبان كتير اه ام. حاسس حاله ضايع طول الوقت. عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل. اه بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كزا. كمان في مراقبة من الطرف الثاني يعني اه. برج الجدي كمان عندك اه نوع من الادمان عم يزعج الطرف الاخر. او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه. هاي الفترة مناسبة ازا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين. انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي. مش دايما معناها اللي هو سلبي. هون بشوف فيه الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأثر. عم بيأثر. او عم بتفرج. او عم براقب. او عم بحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك. ولكن لا ما ما عم بشوف له تأثير اه كبير. ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من المواضيع. اي مجال من مجالات الحياة. حابب تبعد. حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة. ما حدا حواليك اه يمكن تعمل يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل. هاي الفترة والله يريت يعني لانه شايفي فيه كتير انت يعني كان موجود عندك. على صعيد العلاقة. اه في كتير ناس الحبيب رح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني يعني زي اللي خايف. زي اللي متأكد انه انت رح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما رح تغفر له. هو هيك حاسس. هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما رح تتقبل الموضوع. هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة او جرح في الكلام. ممكن القراءة تكون عكسية. هون شايفه فيه تغييرات كبيرة. رح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك رح تنفتح. اه بشوف فيه شخص اه ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اه اشخاص ممكن تكون بابراج هوائية او اه نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية. ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة. لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط. اه على فكرة انت شخص يعني مخفي جواتك او يعني اه عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير روانسية. ما بعرف ليش ما عم بتعبر عنها. عم بتعبر بالعكس عن النقيد. فانا شايفيتك بتحب الشخص الاخر اه بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاق مش عارف ليش يعني. اه الطرف الثاني بتهيقلي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني بتعامل معاه بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تزبيط للامور. فيه تصحيح للامور. طيب ناخد اه مصيحة. لبرج الجديد. نفس اللي طلعت قبل شوية مش عارفة لاي برج. اه اللي هو استعين بالاخرين. استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بايدك. اه حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ انه انت قدها وانه انت ما عندك شي. اه بس لا بقول لك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك. اه عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي للانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك. هذه. نفس الشي بيقول لك بيقول لك مش عيب انك تبكي. البكاء بيحكي لك علاج للروح. فابكي. مو ضرور قدام حدا يزبك. لحالك بس طلع مشاعرك. ما تضلك يعني مضوط في الموضوع. اي موضوع كان. شوف بيقول لك اهتم في حالك اكتر. اكتر ما تهتم بالاطراف التاني خاص في كفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل اكتر اتوفر سبل راحة لحالك. كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف. بنطلع لك هذا الكرت. اه هون بيقول لك انه انت راح تكون في يوم من الايام اه شخص صاحب سلطة. هذا لا يعني بس انه في العمل. ممكن يكون على على العاطفة يعني انك انت تكون معك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا. فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها. للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل. ما بعرف على السوشيل ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هاده طلع مقلوب. اه ها يلت. طلع مقلوب. انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت اه خلينا والمذنب. بس اطلع الكرت مقلوب انت مش مذنب. لا انت بالعكس يعني اه فا. بس كالعادة في علاقة ثلاثين بيني في الكرت. حتى هون بيّنت. مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على على القراءات. يعني حتى بالنصائح بيّن عنه فانا مش عارفة. شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها الطرف ثالث احرقها يعني اطلعها من الورق. اه المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك اه صح انه بداخلك هذا الاشي ما بتطلعه كالعادة. اه ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتقنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا امام يعني ما بتحس بتقنيب الضمير. اه ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت اه النصيحة. عبايب وبرج الجديد اه بشوفكم بالقراءة الجديد. اه بشوفكم بالقراءة. اه بشوفكم بالقراءة. شكرا